تحت شعار بناء عالم عادل وكوكب مستدام التفقدة دول مجموعة العشرين التسعة عشرة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي حول مائدة قمتهم في ريود جانيرو البرازيلية على مدار يومين لمناقشة عدة قضايا حيوية على رأسها الأمن الغذائي مكافحة الجوع والفقر واحدة من القضايا التي لاقت اهتماما خاصا من قادة العشرين خلال مناقشاتهم وجاء الإعلان عن إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع ليترجم هذا الاهتمام التحالف العالمي يهدف إلى تسريع الجهود الدولية لمكافحة الفقر والجوع من خلال تنسيق الموارد بين الدول والمنظمات الدولية التغيرات المناخية والتعاون الدولي لمواجهة الأزمات العالمية موضوعان آخران طرحا نفسيهما بقوة أمام قمة ريودي جانيرو إذ تم التأكيد على أهمية الشراكة بين الدول المتقدمة والنامية لا سيما في مجال التنمية المستدامة كما أتت مناقشات قادة مجموعة العشرين المكففة لموضوعي الاقتصاد الأخضر والمناخ وسط دعوات أمامية بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة والتزام الدول الكبرى بتعهداتها المناخية إضافة إلى وضع خطط تمويلية فعالة لمساعدة الدول الأكثر تضررا الأوضاع الدولية كان لها نصيب من دعوات وتأكيدات قادة قمة العشرين حيث دعوا لوقف شامل لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان في ظل قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع والتصعيد في لبنان أما فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا فقد رحبت مجموعة العشرين بالمبادرات البناء لتحقيق السلام مع مطالبتها بسلام عادل ومستدام في أوكرانيا قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو كان لها أهميتها كغيرها من القمم العالمية التي تعد مناسبة ومحفلا لتبادل الرؤى المشتركة بين القادة المشاركين لتحقيق ودعم العمل المشترك من أجل الوصول لأهداف مستقبلية تخدم شعوب دولهم وباقي شعوب العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر